موسيقى أهلا بكم التكاثر له تقوص خاصة عند البشر أو حتى عند الحيوانات البشر بيسووا أشياء كثيرة جدا عشان يتمموا موضوع التزاوج أو التكاثر الحيوانات بعضها مميز في عملية التكاثر في التقوص اللي بيسويها الثعبان بيسوي لوحة فنية في موضوع التكاثر تبدأ الحكاية من خروج الثعابين من البيت الشتوي أو الثبات الشتوي الثبات الشتوي هو اللي بيشغل هرمون التكاثر عند الثعابين تخرج من جحورها من الأماكن اللي موجودة فيها الثكور بتدور على الإناث الإناث بتطلق رائحة مميزة بتعرف الثكور إنها جاهزة لإتمام عملية التزاوج الثكور هي بتلف بتشوف إنه في منافسين لها لو الثعبان لقى منافس على طول الاثنين يبدوا يتعاركوا يتقاتلوا لكن معركة ما فيها واحد بيدر التاني الاثنين بيلفوا جسمهم على بعض بيرفعوا الجزء الأمامي من الجسم وبيسووا حاجة اسمها رقصة التكاثر رقصة التكاثر لوحة فنية وكأنها رقصة بالي بالزبط المطلوب فيها إنه الذكر القوي هو اللي ينزل الذكر الضعيف على الأرض هذه كل الحكاية بدون ما يزيه بدون ما يضره بدون ما يخليه يصاب بأي أذى يفضلوا نصف ساعة ساعة أكثر أقل حسب نوع السعابين وحسب قوة الذكور بعد ما ينسحب الطرف الضعيف اللي نزل على الأرض يتجه الذكر المسيطر أو القوي للأنثى وبتودد لها الثعبان بيتودد الثعبان اللي الناس بيشوفوه غامض وقوي وشارس وغدار بيتودد للأنثى بحركات لطيفة جدا جدا الأنثى بتبادلوا الحكاية هذه بتسوي رعشة بتعرفوا إنه هي موافقة على إتمام عملية التزاوج الثعبان بيلقح الأنثى كل واحد فيهم بيروح في طريقه الأنثى بتبدأ عملية تكوين البيت السعابين بتبيط وبتخرج البيت وحيانا بتبيض وتخلي البيت جواها لغاية ما يفقس تدور الأنثى على العش اللي تحط في البيت تدور على مكان رطوبة مناسبة الحرارة في مناسبة ويكون فيه أمان السعابين ما بتحرس البيت إلا أنواع قليلة فقط منها بتحط البيت البيت بيكون عدده خمسة عشر عشرين لغاية خمسين أو أكثر بحسب نوع الثعبان يحتاج البيت لفترة تقريبا ستة أسابيع أو أكثر حسب نوع الثعبان الأنثى أحيانا بتحرس البيت ما يفعل الأنثى تحضن البيت لأن السعابين من ذوات الدم البارد الدم البارد جسمها بيتكيف بحسب الحرارة الخارجية فبالتالي ما عندها الإمكانية أنها تحضن البيت اشتركوا في القناة بعد ما يخلص الذكرة التلقيح في بعض الأنواع بتحط حاجة اسمها صمامات الأمان صمام الأمان أو صمام التلقيح الذكر بيحطه للأنثى عشان يعرف الذكور الآخرين أن الأنثى هذه ملقحة السعابين ما بتتزاوج مع غيرها من السعابين التانية أو الأنواع التانية بتعرف بعض عن طريق الرائحة خاصة اسمها موسك السعبان بيفرز الرائحة هذه كل نوع له رائحة مميزة عشان كده السعابين ما بيصير فيها لخبطة في عملية التزاوج اللخبطة هذه الإنسان اللي بيسويها وهو اللي بيلعب في كل حاجة وبيسوي تغييرات في أشكال الحيوانات وتركيبتها الأساسية تبدأ السعابين الصغيرة تخرج من البيضة بتشق البيضة عن طريق سن صغيرة موجودة في بداية الفك اسمها سنة البيض السعابين الصغيرة لو كانت من نوع سام بتكون سامة أول ما تخرج بتكون نفس السعابين الكبيرة بالضبط تبدأ تعيش حياتها تنطلق في كل مكان تعيش تصطاد تجري كل شي تسويه من غير ما تتعلم من الآباء السعابين ما عندها النظام العائلي أو التكوين الوسري اللي يهتموا فيه ببعض كل ثعبان بيعيش حياته بصفة مستقلة هذه صورة عامة للتكاثر عند السعابين فعلا محتاجة الوقفة محتاجة أنه نتأمل وخصوصا الرقصة اللي بيسووها الذكور إلا ما في واحد فيهم بيئذ تاني بأي طريقة من الطرق أتمنى أنه نتأمل أتمنى أنه نشوف أتمنى أنه نوقف عند كل حاجة حولينا كل حاجة فيها يبداع كل حاجة فيها تميز لكن محتاجين نشوف الإبداع هذا محتاجين نتأمل أتمنى لكم السلامة شكرا لكم أعزائي متابعين اليوتيوب لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد الرجاء الضغط على زر سبسكرايب تحياتي ترجمة نانسي قنقر